و خالد يسأل عن أننا مقبلون على شهر كريم على شهر رمضان و عادة الناس يتسوقون و يتمونون لحاجيات هذا الشهر يلحظ إصراف الناس في المقاضي و كذلك في المأكل و المشرب و يرجو نصيحتكم لأولئك الذين يأخذون أكثر من حاجتهم الإصراف أمر منهي عنه في كل شيء وكلوا واشربوا و لا تسرفوا و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما فينبغي للإنسان يكون متدلا في أموره كلها سواء كان ما يتعلق بما يشترى من مقاضي رمضان أو غيره صحيح أن ما ذكره ملحوظ وهو أن الناس يبارغون فيما يشترونه لرمضان و ما يقدمونه في الإفطار و لذلك فالأخوات يتعبن كثيرا في إعداد الفطور و لا بد أن يكون مشكلا من أنواع كثيرة من المأكلات ربما لا يؤكل إلا القليل منها فلا شك أن ينبغي على الناس أن ينظروا إلى هذا الشهر نظرتهم إلى غيره و أن لا يبالغوا في تقديم المأكلات و أن يشكروا الله عز وجل على ما أنعم به على هذه البلاد و بخاصة في هذه الأزمنة التي نجد الكثيرين في بلاد إسلامية و غيرها يتضورون جوعا فجميل أن نمد يد العون لأولئك و أن لا نسرف فيما نقدم من المأكلات ترجمة نانسي قنقر